23 حالة إصابة بفيروس كورونا والحديث عن الحالة الرابعة والعشرون نتيجة دخول امرأة عن طريق التهريب من مناطق ريب حلب الشمالة باتجاه مدينة إدلب ومدينة سرمين ما أدى إلى حجر مدينة سرمين بالكامل لنستطلع آراء الناس والمدنيين عن رأيهم في عمليات التهريب الحاصلة وعملية الحجر الحاصلة على مدينة سرمين وبقية المدن والبلدات وهي جريمي بحق المجتمع الشعب المحرر جريمي بتقوز تقتل مئات الألاف ونحن هون ما نقادرين على نعالج واحد ما هون عالج مئات الألاف لا حجر صحي ولا مشاف ما عنا قدره نعالج دول كبيرة كثير ألمانيا وأمريكا مظهر تسيطر عن مرض نحن جابونا بسبب دنائت نفسهم على بعض دولارات يدخلهم من مناطق النظام تهريب النساء وأطفال مصابين بالكورونا بجوز مبعوثين خصوصا من عند النظام هن عبيدخلهم وبيشروا المرض وبيعملوا الوباء بكل المحرر وما نقادرين يعني هاي مجزرة بعد تصير عندك فكرة من وين صارت عملية تهريب لهذه المرأة مثلا؟ على أغلب من مناطق درع الفرات من الباب هايك دخلت من النظام على الباب واجت على بلدان شو الرسالة اللي بتوجهها لكل عنصر واقف على معبر؟ واجه له أنه أنت مقابل خمسين دولار مئة دولار مئتين اللي هي عبتقتل شعب كامل قد تتسبب كارسي ما بنغضر لا نحن ولا الأمم المتحدة كلها تسيطر عليها كورونا يعني اجت تهريب مش كامل حالات اجت نظامة ومن حالة بتدخل التهريب تلاتين دولار عشر مئة حتى عملوا عليها حظر كلياتها للعيد شغل مع مزبوط يعني في رأيك شو الحل؟ شو لازم يكون؟ لازم يكون فيه ضبط ضبط يعني يزبط الهدود طرقات لها العباج والتهريب لازم يحسبوها طبعا هو العين السهراني علينا نحن نعيمين بأمان يعني اللي صار بسرمين صعب كتير عالم مدينة بكاملة محجور عليها خليك مفتح عيونك ودير بالك علينا ومنع هالمرض يدخل لعنا والله اعطي كلها فيه مين هاي الرسالة انت وجهتها؟ للفصيل اللي قاعد على الساتر بيننا وبين النظام المجرم اللي عم يهرب مقابل الدولار هاي الرسالة الو ان شاء الله يقتنع موضوع خطير جدا جدا يعني مع أول موضوع لعب هذا كورونا يعني بلد في كل الناس يعني هذا ولازم يكون في ضبط حدود سيكون فيه مراقبة فيه فيه أمور كلها يعني هذا مر ما انسكت عليه لازيم يعني بدو هاللقب بكرة يعني ما بيقولوه والله هاد الحكي يعني اللي سبب فيه حجر مدينة سرمين كان أكبر خطأ مشان واحد يهري بياخد ألف دولار من يهربه بنت من مناطق النظام حتى مناطق المحرار هذا أكبر خطأ يعني سببه كارثي بمدينة سرمين وهذا الشيء أكبر خطأ لازم نحنا نكون أوع منها يقول لازم ما نهرب حتى مشان ألف دولار ولا ألف وخمسمائة دولار يعني السبب واليوم بكارثي وإذا انتشر عنا نحن هون في مناطق المحرار مننا جاهزين لهذا الشيء يعني هاللق ما بعرف أنا مين اللي هربه هربه هو فصيل اللي فيه مهربين لأنه المهربين بشكل عام ما بتحسين تمنعوا يعني عالم عبتروع أوروبا تهريب عبتشتاز دول بقى من منطقة لمنطقة يعني إيش باره بيصير فيه تهريب ما أنا مع التهريب بس بدي يصير فيه يعني يعني في رأيك شو الحل إيه الخوف ما يكون تهريب منظم يعني متعليش لون أول خوف إذا كان تهريب منظم يعني المستلمين والمساكرين نفساً عبيهربوا يعني سواء كان منظم أو غير منظم أنت شو رأيك فيه لا ضد التهريب بس قصدي إنه إذا كان منظم السواب ماكي هذا شيء ما ممكن يصير ولا نحن من رجل يصير يعني في رأيك اللي بيهرب هايك ناس شو لازم يصير فيه لازم يتعاقب أبداً أهل البلد عب يدفعوا تمن مقابل شخص أو شخصين أو هذا هذا الشيء طبعاً ما بيصير أردت شنون ألا ببداية الأمر لازم يكون فيه الموضوع يكون فيه حسم يعني من أول من أجت مثلاً هالمرأة أجت من نظام نقلة العدوى كذا كذا إلى آخره مفروض يكون فيه طبعاً تلافل هذا الموضوع والله أنا رأيي هذا عمل إنساني وعمل أخلاقي ولو عمل أخيوناس تستطعيم ولا بتفهم ولا بتعرف أخي شيء من هالحياة لأنه عيب هالشغل هذا حرام لأنه مشان مشان هالتعريبات عب يضر غيره عب يضر الأم العربية كلها عب يضرها الله بجاه النبي يحمينا ويحميكم